نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسما توضحيا حول قطاع الغاز والذي يعد واحدا من اهم القطاعات الوعيدة في مصر في السنوات الاخيرة ومن اهمها مساهمة في الصادرات المصرية يأتي ذلك في ظل سعي مصر الى التحول لمركز اقليمي للطاقة في المنطقة وتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي هذا وقد شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسالي المصري نموا وصل الى 385% خلال عام 2021 ليصبح معدل النمو الاعلى على مستوى العالم خلال عام 2021 اصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يصلت فيه الضوء على شهادات افتقام من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرية بفضل صلابته امام ازمة كورونا وقد ركز التقرير على توقع البنك الدولي بان تعود مصر الى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الجائحة لافتا الى ان معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع من 3.3% في العام المالي 2020-2021 الى 5.5% للعامين الماليين الجاري والمقبل كما تناول التقرير توقع وكالة مودز تحسن تصنيف مصر الاقتماني بفضل استمرار ضبط اوضاع المالية العامة وخفض معدلات الدينة وقد ركز التقرير على تأكيد الاقانوميزة ان مصر لم تعاني من انكماش اقتصادي خلال جائحة كورونا التقى وزير البترول طارق الملا مع مسؤول عدد من الشركات العالمية العاملة في مصر ضمت اكسون موبيل وشيفرون وبكتل الامريكية وشيل هولندية ونرجين اليونانية وذلك خلال فعليات مؤتمر معرض مصر الدولي الخامس للبترول إيجبس 2022 وخلال اللقاء تم استعراض انشطة الشركات وخططها في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وكذلك تقديم الخدمات والاستثمارات التي يتم ضخها في خطة زيادة الانتاج والاحتياطات من الثروة البترولية وقد أوضح الملا أن الفترة الحالية تمثل فرصة كبيرة للشركات بهدف تكثيف انشطتها في ظل مستويات الاسعار المرتفعة التي تشهدها الاسواق حاليا والمتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة التقى وزير البترول طارق الملا مع رئيس شركة دراجون ايل الإماراتية علي الجروان حيث تم بحث انشطة الشركة في مصر في منطقة خليج السويسة وخلال اللقاء أعلنت شركة دراجون ايل المملكة بالكامل لحكومة دبي عن اكتشاف بترولي جديد لها في خليج السويس في مصر ومخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد يمثل نحو 100 مليون برميل ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاما ويعتبر الحقل النفطي الجديد أول اكتشاف لشركة دراجون ايل منذ أن أصبحت لعبا فعالا في قطاع البترول في مصر بعد أن استحوذت على مئة بالمئة من أصول شركة تابي بي البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفطة في خليج السويس لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دوراته الخامسة حيث وقعت وزارة البترول وفروة المعدنية 12 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع عدد من الشركات المحلية والدولية المشاركة بالمؤتمر الذي يشهد مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناع البترولية بيكتزب شركات العالمية كثير جداً بتعمل بشكل سنوي أصبح محل وجاز باهتمام للشركات الأجنبية كثير جداً وفرصة أن الشركات تتعرف على أنشطة كل الشركات العرضة الموجودة شركات النفط في مصر كبيرة جداً والها مستقبل كبير الغاز والبترول وأننا إن شاء الله طموح أن يكون لنا جزء من الشغل معاكم إن شاء الله يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتين شمال إفريقيا والبحر المتوسط كما أنه يسهم في تشكيل المفاهيم والصياقات المعنية بصناعة البترول وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المصرية والأجنبية العاملة في مجال الطاقة فخورين بمعرض إيجيبس لأنه يحتوي الشركات المصرية والشركات الأجنبية وفرصة واحدة جداً لكل الشركات وكل المهندسين وكل العاملين بكتار البترول أي حد مهتم بالويلاند جاز اندسلي المفروض أنه ييجي المعرض ويشوف إيه الجديد تكنولوجي فيه نيو تكنولوجي كثير موجودة معروضة في شركات كثير في شركات بتقول إحنا موجودين عملنا بروفورمنس كذا عملنا رديوس للكوست كذا في شركة كذا فهيستفيد كثير دي فرصة كويسة جداً أن المعرض بيوفر مش بس للشركات اللي داخل مصر لا للشركات كمان اللي خارج مصر بيوفر أن كل الشركات دي كلها بتكون متواجدة في مكان واحد نحاول أن احنا نوفر الكلام دي كل الناس الموجودين لكل أصحاب الشركات في المجالات المختلفة أنه يكون بينشير كل المعلومات للناس كلها يشهد المعرض مشاركة 22 وفداً وأربعمائة وخمسين عارضاً يقدمون التكنولوجيا والابتكارات والحلول من أجل استخدام هذه الصناعة في تقديم الطاقة للجميع حيث حققت الدولة نجاحاً في الاستفادة من أصول الغاز والتحول الكبير في سوق الكهرباء وهو ما ساهم في جذب كمية كبيرة من الاستثمارات العربية والأجنبية أحمد الحسيني التلفزيون المصري نتحول إلى أسواق المال حيث أنهت البورصة المصرية تعملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات وارتفع رأس المال السوقي بـ 6 مليارات و400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 728 مليار و925 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 41% من 10% ليغلق عند مستوى 11563 نقطة كما ارتفع أيضاً مؤشر EGX70 والذي ارتفع بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 1986 نقطة الارتفاعات امتدت أيضاً إلى مؤشر EGX100 متساوي الأوزان والذي ارتفع بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيه و66 قرشاً شراء و15 جنيه و75 قرشاً للبيع اليورو سجل 17 جنيه و77 قرشاً شراء و17 جنيه و88 قرشاً للبيع في حين وصل الجنيه الاسترديني إلى 21 جنيه و20 قرشاً شراء و21 جنيه و33 قرشاً للبيع وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيه و26 قرشاً شراء و4 جنيه و29 قرشاً للبيع الريال السعودي 4 جنيه و17 قرشاً شراء و4 جنيه و19 قرشاً للبيع أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع وقضى المؤشر السعودي المكاسب وقفض المؤشر القياسي للأسهم السعودية بنسبة 1.2% يغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من 15 عاماً وفي دبي أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم مرتفعاً بنسبة 1% كما أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم في بورسة أبوظبيا جلسة التداول مرتفعاً بنسبة 3 من 10% مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً نتحول إلى أسواق المال الأسيوية والتي أنهى فيها مؤشر نيكي الياباني التعملات عند أدنى مستوى هذا الشهر متأثراً بتوقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية بينما يضع المستثمرون في حسبانهم تدعية هجوم روسي محتمل على أوكرانيا وقد تراجع مؤشر نيكي بنسبة 79% وهو أدنى مستوى له منذ 28 من يناير من العام الماضي وقد خسر المؤشر طابيكس الأوسع نطاقاً بنسبة 83% إلى الأسهم الأمريكية والتي ارتفعت فيها المؤشرات الرئيسية عند الفتح وقفز المؤشر نازداث أكثر من 1% مع انحصار المخاوف من هجوم روسي لأوكرانيا وبدأ المؤشر داو جونس الصناعي جلسة التداول في بورسة والستريت مرتفعاً بنسبة 35% كما صعد المؤشر ستاندر أن بورز 500 القياسية بنسبة 63% كما قفز المؤشر نازداث المجمع بنسبة 1.5% نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لإلهام وإيمان إليكم شكراً لك مرسل